اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضا يحضر معنا مؤسس المبادرة طبعا مارك كات good morning welcome here thank you and يحضر معنا طبعا نشيد سليمان hello what up good morning bonjour then first مارك could you tell us about the program yes thank you so much for having us and we're delighted to be here in algeria next level is a program that's run by the state department of the united states in collaboration with the university of north carolina at chapel hill and it's a cultural diplomacy program that uses hip-hop as a way to connect people of different cultures so we go to different countries and we bring american hip-hop artists and we do workshops and performances and the purpose is to use hip-hop music and dance as a bridge between cultures to connect people yes so you can see the program as the program as mary as a share this program is that this is a It's a between the . and that is from the world of the music and the major from the such a out of the the that is this is the is إذن هذه هي المبادرة مبادرة عالمية الفرقة تجول في كل أمحاء العالم حطت الرحالة اليوم بالجزائر نعم الزفارة متحمسة للعمل مع الوزارة للثقافة الجزائرية وكمان المعهد العلي للموسيقى في البرج الكافين وقامعة كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة لتنزيم هذا البرنامج للتبادل لذلك نحن مجدداً لأننا نحن مجدداً لديهم كل هذه الناس هنا ونحن مجدداً للموسيقى في الولايات المتحدة والمعهد العالمية وهذا البرنامج من البرنامج للتبادل وتشجع الصداقة بين البلدان عن طريق موسيقى خاصة موسيقى وأسلوب هب-حоп الأمريكي عرفنا فقط هناك تارا وأيضاً نشيد مجالهما أو أي نوع من الموسيقى أو الرقص ينشطان في حتى تعرف المشاهد عليه إذا كنت تستطيع قلت لك عن موسيقى وموسيقى 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 التي ستعلمون للألجيرين وأحب أديف أيضاً أنه من دمنا البرنامج إحنا عندنا ورشات عمل للجزائرين إحنا سفارة عملت مسابقة إحنا نشتغل مع ستين الجزائرين المواهب والفنانين في ورشات عمل في المعهد العالي للموسيقى في البرج الكفان فهم هيعملوا ورشات العمل عن طريق راب والراكس والديجي والملحن كمان ا So I just explained that we will be doing workshops with Algerian musicians and artists so maybe if you could talk a little bit about yourselves okay So I'm from New York City and I'm a b-girl and a MC but I also do a lot of other dance styles because near edge City has a very diverse cultural scene لذلك أعلمت الكثير من الأشياء لأنني أبداً كنت أبداً عن ذلك وأنا قمت بعمل مع المدينة هنا وهو جميعاً جميعاً إنهم جميعاً جميعاً إنهم جميعاً جميعاً لديهم جميعاً جميعاً وفرات لذلك كانت جميعاً جميعاً لذلك أتمنى إلى ما يحدث بعد فقط مشاهدين تارا هي ممثلة ومعلمة ومؤرخة لتقنيات رقص الخضري حائزة على جوائز وعلى دراية واسعة جداً بتطوير البرنامج وتنظيم الأحداث وإلقاء المحاضرات في المؤسسات على الصعيد الدولي متواجدة اليوم في الجزائر لتقديم كل هذه الخبرات لشباب الجزائري في مغهد برج الكفان نشيد نشيد كيف تتحدث هذه المحاولة في الجزائر؟ هذه المحاولة هذه المحاولة من أولاً كيف تتحدث تتحدث كيف تتحدث كيف تتحدث نشيد نشيد يقول أنه تفاجأ بمستوى شبابنا في الجزائر ودرايتهم بالموسيقى وجديد الموسيقى أميراً أميراً خدثنا عن البرنامج هنا في الجزائر كيف هو البرنامج؟ ما هي الورشات؟ متى ينتهي هذا البرنامج؟ البرنامج Next Level في الجزائر موجود لأول مرة في الجزائر وسيقدر أسبوع كامل ورشات عمل في المعهد الحالي في برج الكفان فهيكون في رات ورابينج وملحن الموسيقى أيضاً وفي آخر أسبوع في يوم 23 فبراير سيكون في حفلة مجاناً في صال ابن زيدون في رياض الفتح وأحب أشجع المشاهدين أن يحضر هذه الحفلة ويتابعونا على فيسبوك للمعلومات أخرى ولحصول على التذاكر للحفلة المجانة طبعاً مارك، كيف تجدت ألجيريا؟ مارك، كيف تجدت ألجيريا؟ مرحباً أولاً يومنا في ألجيريا ونحن أحب المشاهد نحن جميع المشاهدين نحن جميع المشاهدين ونسألهم بعض المشاهدين ونسألهم إذاً ما سواء بها مبالذي؟ ونسألهم قاموا كما أنهم ما أحصلهم ليسوا بهم أنها للحفلة وأنهم love حفلة وأنهم يتقدمون لهم أنهم لا يمكنونه ونحن نحن الريد بلد مجميع المشاهدين ونحن نحن مع بشكل فهم يمكننا ذلك جميع المثال ونحن جميع المشاهدين نحن جميع المشاهدين أحبنا المرحلة والماء والترابي وهناك فقط جيدة ورائحة هنا إذا أردت أن الجزائر جميلة جداً بمناظرها الخلابة وأيضاً متفائل بأطاقة الشبانية الموجودة في الجزائر وكان يوم أمس في الجزائر ما تعرفت أول عجري؟ ما تعرفتنا؟ إنه سيئة نعرف أنه هو أكثر مباشرة في أفريقا أنه يملكها كيفية كثير من المتحدة لتعرفة ومتلك قصصة وحسب نحن جدا في خلال موسيقى ومتلك قناة العلاجة إنه السيارة هنا في العجري نعم، قد نفسنا في العجري هذا هو أول مرة أول مننا لم يكن لأولجيريا قبل نحن نعرفها ومعها ومعها في الأفريق ومعها في الأفريق ومعها في العالم ومعها في العالم أميرا، أكيد الفريق حاذر معنا نرغب في أن يؤدي كلاهما مقطعا موسيقي أو وصل من الرقص إذا كنت تريد أن تفعلنا وقش أشعر مغانا فلطبا يبدوك بك من أجل عقبا بالتبع مرة أخرى أميرا، أتحدث؟ أميرا، 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 أوبيرا؟ أميرا، أميرا، أنت لدينا موسيقى؟ موسيقى، موسيقى، مع بوم باب لكنه موسيقى 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 well one thing that we see is that is that culture is a powerful way of expressing yourself and one of the really powerful aspects of the next level program is that we can take people put people together who have nothing else in common who have who may not speak the same language who may not be of the رسالة أو رقم أو تجارة أو رائحة أو كلمة ولكن أمور سنننع معا وتعالى تنقّق معا وأوضح لنا لنسأل وقفية موسيقى وحلت تنقل ولكن في حقيقة جدد إلى مهند ترموز الكثير مهم بحمد العالم الموسيقى هي لغة الجميع هي تجمع الأديان تجمع الألوان تجمع كل شيء هي روح جميعا نتشاركها إذن مشاهدنا thank you very much for coming thank you كلمة أخيرة أميرة أحب أزيد أن التفاهم والصداقة والتبادل الثقافي مهمة جدا للسفارة الأمريكية والوزارة الخارجية وإحنا سعيدين نشجع هذا البرنامج نكس لفل وهذا البرنامج من دمن نشاطات السفارة خلال شهر للأمريكيين الأفارقة شهر الفبراير هذا الشهر إحنا عندنا حوارات وحفلات ونشاطات في السفارة الأمريكية وأود أن أشجع المشاهدين أن يتابعونا على فيسبوك وتويتر وبخاصة أسلوب هب هاب والموسيقى الأمريكية فهنا عندنا الحفلة مع الأمريكيين والمواهب الجزائريين في 23 فبراير في صالة ابن زيدون فتابعونا على فيسبوك لحصول على التذاكر شكرا لك أميرة نعم يشار إلي بعرض مقطع هذا المقطع من طاليف سليمان هذا هو موقعك نعم 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 حيث أحيث حكتما أن آن إلى هذه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة